ولكل متابعي قناة وان النيوز أعتقد يمكن القضية العقوبات على العراق يعني صعب الحديث عنها بشكل مبكر لأنه لحد الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها موقف سلبي من السيد السوداني وأعتقد حتى اللقاء الأخير اللي صار في سويسرا مع مستشار الأمن الوطني الأمريكي تم دعوة السيد السوداني لزيارة واشنطن فبالتكيد الولايات المتحدة تميز بين السيد السوداني والفصائل المسلحة التي لديها موقف من الولايات المتحدة الأمريكية وعتقد أيضا موقف من الحكومة العراقية دائما تستهدف السفارات أو المراطق الدبلوماسية والمواقع الأمريكية دون استشارة الحكومة العراقية وهذا بالتأكيد هو إحراج للسيد السوداني الذي هو القائد العام للقوات المسلحة فالولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة تميز ما بين السيد السوداني الذي لديه موقف من قضية ضرب السفارات والقوات الاتحال لكن سيد علي بذات موضوع واشنطن الآن غاضب من الحكومة العراقية لعدم سيطرتها على الفصائل وعدم قدرتها على ضبط السلاح المنفلت في العراق ألا يمكن أن يسهم ذلك بأن تفقد الولايات المتحدة الثقة بالتعامل مع الحكومة العراقية الحالية برئاسة السوداني؟ أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية واعية طبيعة تكوين المنظومة الأمنية العراقية يعني الحشد، البياشمرقل، القوات المسلحة، الشرطة التحادية وأعتقد نفس الفترة التي سيد الكاظمي كان رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة التي هي علاقتها طيبة بالولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد كانت أيضا الفصائل الصول والجول والتضرب وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تميز بهذا الموقف وكذلك بالنسبة لفترة عادل عبد المادي نحن لدينا فصائل الحكومة العراقية غير قادرة على السيطرة عليها وكذلك السيد السوداني عندي قناعة كاملة هو غير قادر على السيطرة عليها والولايات المتحدة واعية لهذه القضية فلهذا أنا أعتقد الولايات المتحدة بمستوى من الذكاء والفطنة أن تميز ما بين القوى الموجودة التي لديها رغبة بخروج القوات التحالف أو العلاقات الثنائية أو ربط تفعيل الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبين القوى لها موقف آخر وأنا أعتقد يمكن الولايات المتحدة صارعتها تصور كامل الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بعد ضربة بعض القادة المسلحين لم يحضر لها سوى أربعين أو خمسين نائب حتى المحسوبين على الإطار التنسيقي لم يحضروا هذه الجلسة لأنهم يحاولون يميزون نفسهم ما بين موقف الحكومة العراقية بقيادة السيد السوداني والفصائل التي لديها موقف آخر اللي هو متناقض مع موقف الحكومة العراقية